موسيقى نشرة الأخبار أهلا بكم تصدر تحالف اليسار نتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا من دون الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية وتشير التقديرات الأولية إلى حصول الجبهة الشعبية الجديدة على 172 إلى 215 مقعدا في حين حل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية بافتكاكه بين 150 و 180 مقعد متقدما على اليمين المتطرف الذي اكتفى بالحصول على 115 إلى 155 مقعدا هذا وسيقدم رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أطال الاثنين استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون غدات الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي قلبت الموازين والتوقعات بفوز اليسار وخيبة اليمين المتطرف وأكد وأطال الأحد استعداده للبقاء في منصبه طالما يقتضي الواجب ذلك على حد قوله الوزير الأول الفرنسي أضاف أن استضافة بلاده لدورة الإلعاب الأولمبية بعد أقل من شهر قد تدفعه إلى الاستمرار في منصبه كما طالب رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري جون لوك ميلونشو الرئيس الفرنسي بدعوة الجبهة الشعبية الجديدة إلى قيادة الحكومة واحترام إرادة الفرنسيين وفق تعبيره مشددا على ضرورة تنفيذ برنامج الجبهة بكامله دون مفاوضات مع معسكر ماكرون لقد قلناها الأسبوع الماضي ونعيد تأكيدها لرئيس الجمهورية نحن نرفض أن ندخل في مفاوضات مع حزبه لتكوين تحالفات خاصة بعد أن كفحنا بكل تفان منذ سبع سنوات كانت سياساته التي أنتجت شللا اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا وهو ما تأكد في الأصوات التي عبر عنها الشعب الفرنسي خاصة بعد أن خسر بصفة واضحة عبر صناديق الاختراع وخصوصا أيضا بعد أن تمكنت الجبهة الشعبية رغم الضربات والقذف والازدراء التي تعرضت إليه تمكنت من الضفر بالمكانة التي هي عليها اليوم ميلانشون أثناء كلمة ألقاها في أعقاب إعلان التقديرات الأولية للتشريعيات المبكرة اتهم الرئيس ماكرون بالفشل في تسير البلاد ودعاه إلى إقالة رئيس الحكومة خسارة رئيس الجمهورية والإتلاف الذي كان يقوده باتت مؤكدة الرئيس يجب عليه أن يقر بخسارته ويعترف بها دون أن يحاول أن يلتف عن هذه الحقيقة بأي طريقة ما الوزير الأول يجب أن يغادر فعلا لأنه لم يحظى أصلا بثقة الجمعية الوطنية فلقد قاد حملة خاصرة الرئيس لديه السلطة والواجب لدعوة الجبهة الشعبية لتولي مقاليد الحكم اتهم رئيس حزب الجمهوريين المنتمي لليمين إيريك سيوتي الرئيس إيمانوال ماكرون بترتيب ما اعتبره انقلابا مؤسستيا وسياسيا عقب الهزيمة في الانتخابات التشريعية سيوتي أشار في تجمع أمام أنصار حزبه في مدينة نيس إلى أن الرئيس ماكرون منح السلطة على طبق من ذهب إلى اليسار بعدما صوت الفرنسيون على اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي والدور الأول من التشريعيات الفرنسية هذا وشهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية فوز اليسار في جل أقليم وراء البحار مع إعادة انتخاب معظم النواب المتحالفين ضمن ما يعرف بالجبهة الشعبية الجديدة وأعيد انتخاب النواب اليساريين المنتهية ولايتهم في الدوائر الانتخابية الأربعة في جوادلوب كما أعيد انتخاب النائبين المنتهية ولايتهما عن غويانا والمدعومين من الجبهة الشعبية الجديدة وحقق النائب المنتهي ولايته جون فيليب نيلور من الجبهة الشعبية الجديدة فوزا ساحقا على منافسه في حزب التجمع الوطني كما تحصل النائبان عن الجبهة الشعبية الجديدة المنتهية ولايتهما جيوفاني وليام ومارسي ليناندو على عدد كبير من الأصوات افتكى الطيار الداعي إلى استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا مقعد الأرخبي للواقع جنوب المحيط الهادي ضمن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة المقعد الذي فاز به ايمانوال تيجيباو نجلو زعيم الكناك جون ماري تيجيباو وشقيق جوال تيجيباو الذي وضع قيد الحج الاحتياطي في جوان الماضي للاشتباه في تورطه في أعمال الشغب التي تشهدها كاليدونيا الجديدة منذ ماي المنصر سيكون لأول انفصالي يتم انتخابه نائبا منذ عام 86 من القرن الماضي هذا وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية تسجيل أعلى نسبة مشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية منذ 43 عاما وكشفت الوزارة بأن نسبة المشاركة بلغت عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي 59.71% مقابل 59.39% عند الساعة نفسها خلال الدورة الأولى مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ تشريعيات عام 81 من القرن الماضي حين وصل اليسار إلى السلطة وتلت انتخاب فرنسوا ميتران رئيسا للجمهورية وتوقع معهداء إبسوس وإبنيون واي لاستطلاعات الرأي بلغة نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية 67% في حين رجح معهد إبوب أن تتجاوز نسبة المشاركة النهائية 66% ما يشكل أعلى نسبة مشاركة منذ الانتخابات المبكرة في عام 97 من القرن الماضي والآن إلى آخرية تطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الفاصل أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن قدرة المقاومة على القتال والمواجهة صالت أقوى أمام جرائم الاحتلال وإبادته أبو عبيدة وفي تسجيل صوتي بثه الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد ذكر أن كتائب القسام تمكنت خلال الحرب من تجنيد الألف من المقاتلين الجدد وأن هناك الألف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر لذلك إن قدرة مجاهدين على القتال والصمود وإرادتهم لمواجهة هذا العدو باتت أكبر وأعظم بفضل الله وإن نار الانتقام التي أشعلها العدو بجرائمه ونازيته وساديته كافية لحرقه وتدمير كل مخططاته بإذن الله وقد تمكننا بعون الله خلال الحرب من تجنيد الآلاف من المجاهدين الجدد من صفوف الإسناد وهناك آلاف آخرون مستعدون وبدافعية كبيرة للالتحاق متى لزم الأمر كما تمكن مجاهدون بفضل الله من إعادة تأهيل وترميم بعض المقدرات المهمة وتجهيز الأفخاخ والكماء وتصنيع العبوات والقذائف وإعادة تدوير عدد كبير من مخلفات العدو من قنابل ومتفجرات وصواريخ وبالتالي فقد عززنا المقدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان يتواجد فيه على أرضنا أجرى الفريق الطبي الجزائري المتنقل إلى قطاع غزة أولى عملياته في المستشفى الاندونيسي الحكومي بمحافظة بيت لاهيا شمال القطاع ويعد الوفد المكون من 13 طبيبا أول فريق طبي يصل إلى غزة منذ بداية العدوان الصهيوني رغم الصعوبة التي وصفت بالمستحيلة هي أولى العمليات الجراحية أجرها جراحون جزائريون فور وصولهم إلى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة إنقاذ حياة هذه الطفلة أولوية مقدسة لدى الفريق الطبي الجزائري رغم خطورة إصابتها بشضايا استقرت في أمعائها مصابة بشضايا صغيرة جداً صغيرة الحجم الخراب اللي كان في الأمعاء ترى كبير جداً اضطرنا لأن نطلق كل هذه الكطوب ونعمل إخراج الإسماعي على الخارج حتى تستقن المريضة ونعادها عملية ثانية لإرجاع معي إلى مكان المستشفى الاندونيسي واحد من المشاءات الطبية الكبرى في شمال القطاع استقبل جرح بيت لاهيا وما جورها من بيت حنون وجباليا رغم ما تعرض إليها من قصف وتخريب وجدنا طبعاً دروف صعبة جداً دروف يعني في القطاع وخصوصاً في الشمال صعبة جداً نحاول أن ندخي فروج ثاني لأن فعلاً القطاع السحي منعار يكون فيه كمونشآت طبعاً كل المستشفى مضبرة في الشمال هنا في شمال القطاع الذي يشهد مجاعة ومعارك مستمرة واقتحامات متكررة في ذل عدوان صهيوني متواصل منذ تسعة أشهر يعني ضحايا الجروح ما كنت متابعة الأمراض الأخرى المزمينة والمعتادة ما كنت يجينا حالة تحتاج أنك تتعامل مع بعض التحاليل مثل مثلاً تحاليل بين كرياس ما يش موجودة في المستشفى بسبب النقص سوء التغذية سوء التغذية ليس فقط عند الأطفال سوء التغذية حتى عند الكبار دخول الوفد الطبي الجزائري إلى قطاع غزة في حد ذاته إنجاز جاء بتنسيق مع منظمة رحمة ووردلاند الدولية أما وصوله إلى شمال القطاع فهو إعجاز كبير فالأطباء الجزائريون المتطوعون ورغم صعوبات الوضع وعراقيل الاحتلال الصهيوني أدخلوا معهم أيضاً كمية من الأدوية والمعدات الطبية التي تستعمل في الطوارئ وغرف العمليات نجح خليكم بطلية جزائرية لفد دخول إلى قطاع غزة بل الحمد لله أيضاً تمكننا من الدخول إلى شمال القطاع هذا الشمال الذي هو في عزلة تامة عن العالم الخارجي بل حتى عن مساعداتهم وصول وفد الأطباء الجزائريين إلى شمال غزة ومعهم مساعدات صحية هو جسر آخر تكسر من خلاله الجزائر حصار لاحتلال القطاع لتقدم العلاج لمصابين وجرح نهشت تضايا القصر أجسادهم ودمرت سواريخه بيوتهم جدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إدانته لجريمة استقبال السلطات المغربية سفينة حربية صهيونية في ميناء طنجة وطالب المرصد المغربي في بيان تحت عنوان جميعاً إلى طنجة لإدانة الجريمة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات تجاه المسؤولين عن الجريمة كما أهاب بكل مناظلي والمتعاطفين معه وعموم الشعب المغربي لسيما في مدن شمال البلاد ونوحيها للاتحاق والإسهام في إنجاح مسيرة طنجة التي دعت إليها الجبهة المغربية من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع نواصل النشرة وفي خبر آخر أكدت الجزائر الأحد التزامها بتنفيذ مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء ذات الألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجر ونيجيريا وتشاد ومالي وموريتانيا وأكد الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات الجزائرية عبدالوهاب بارا استكمال الأشغال بنحو 2600 كم من الألياف البصرية تربط الجزائر العاصمة بيعين قزام إضافة إلى مد خط فرعي حتى ولاية تندوف بارا ولد افتتاحه أشغال الدورة الخامسة للجنة الربط للوصلة بحضور ممثلين عن الدول الإفريقية المعنية وصف المشروع بالاستراتيجي ونموذجا للشراكة الناجحة بين الدول الإفريقية باعتباره سيسمح بتطوير التجارة الإلكترونية الإفريقية والخدمات المالية عبر الإنترنت دشنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية سبت مقرها الاجتماعي الجديد الواقع في حي الأعمال بشرق العاصمة الجزائرية المقر الجديد يندرج ضمن خطة الناقل الجوية العمومي بالجزائر لعصرانة أدائها وتكريس الفعالية والتنافسية لثالث أكبر شركات الطيران في أفريقيا الخطوط الجوية الجزائرية تدشن عهد جديد في تاريخها عبر افتتاح مقرها الاجتماعي الجديد تحفة معمارية تحكس أهمية الشركة وأفاقها المستقبلية ضمن مصار تطوير ثالث أكبر شركات الطيران على الصعيد الإفريقية نشترك معا في تجشين هذا الصرح المحتض لثالث أكبر شركة نقل جوي في إفريقيا إنما نوحي بذلك إلا إلى أننا جميعا نعز مقادرين متيقنين على أننا سنسعى إلى كسب رهان مسايرة كبرى شركات النقل الجوي في العالم لولوج سماء أخرى تصنعها أو نصنعها بسواعدنا وإرادتنا الفولاذية المنشهة الجديدة الواقعة على بعد كيلومترات من مطار الجزائري الدولية من شأنها تعزيز دور الجوية الجزائرية في تحويل مطار هواري بومدين إلى مركز إقليمي للطيران المدني مثل ما يشكل لابينة أخرى ضمن مساعي ناقل الجوي العمومي لتحقيق أداء أفضل وتحسين قدراتها التنفسية شركة خطوط الجوية الجزائرية من أول مهامها هي تجسيد سياسة الدولة في النقل الجوي تجسيد سياسة الدولة لفك العزلة على بعض المناطق خاصة في الجنوب الكبير وأنا من هذا المنبر من هذه المنصة نحي مواطنين الجزائر في الجنوب الكبير لهم يعدوا من أكبر زبائن خطوط الجوية الجزائرية ونذكرهم بالتزامنا المواطنين نذكرهم بالتزامنا بربط مدنهم وتقصير المسافات وتقليص زمن رحلاتهم وبتكثيف الرحلات على مستوى هذه المناطق خطوط الجوية الجزائرية تحدث في أسطولها وتطور في شبكتها من أجل أول قبل كل شيء الخدمة العمومية المقر الجديد الذي يحمل اسم المجاهد الراحل سعيد أيت مسعودان المكون من مبنيين منفصلين يصل بينهما ممر ويتوفر على مساحات عمل حديثة موزعة على خمسة طوابق مختلفة قدرة استعابها تقدر بأكثر من ألف موظف عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس الأحد قمة لرؤساء دولها في نيجيريا في ظروف مشحونة وتحذية إقليمية وأمنية واقتصادية المجموعة نقشت عددا من الملفات في مقدمتها مسألة تدهور العلاقات بين المجموعة وكونفدرالية دولي الساحل التي أعلنت كل من مالي والنيجير وبوركينافاسو عن تأسيسها خلال اجتماع لقادة الدول الثلاثة في نيامي وأعلنت الدول الثلاثة الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جنفير الماضي بعدما فرضت عقوبات الاقتصادية على دولة النيجير لعدة أشهر لقد دعقتنا هذه الجلسة العادية لمراجعة الوضع في منطقتنا ونحن ندرك تحديات الهائلة التي تتعرض لها بما في ذلك الانشطة الإرهابية وأتطرف العنيف الذي يهدد بالانتشار في منطقة الساحل نحو الدول الساحلية وخاصة تلك التي تشهد تغيرات حكومية ولقد تابعنا قرار دول الساحل الثلاثة مالي، النيجير، وبورك نافاسو القاضي بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية ومن منطقة الإكواس يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشاكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى مطلع أوت المقبل وأفدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنان نقلا عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي بأن مراسم التنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس أوت المقبل على أن يعين خلال 15 يوما الوزراء للتصويت على الثقة ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بازشاكيان موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي رسميا وفز الإصلاحي بازشاكيان البلغ من العم 69 عاما في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية على المترشح المحافظ سعيد جليلي وفق نتائج أعلنت السبت أعلنت روسيا الأحد سيطرتها على بلدة أخرى في منطقة دونتسك شرق أوكرانيا فيما تواصل موسكو تقدمها ميدانيا وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن وحدات من الجيش الروسي سيطرت على بلدة تشيغاري التي تبعد بنحو 15 كيلومتر عن عاصمة المنطقة أعلن الجيش الأوكراني الأحد عن إسقاط طائرة حربية من نوع سخوي 25 تابع للجيش الروسي في منطقة دونتسك وقال تجمع قوات خورتي تسيا العمليات الاستراتيجية الأوكراني في بيان له إن العملية تمت على محور مدينة بوكروفاسك أثناء قيام الطائرة بإطلاق النار على مواقع وحدات قوات الدفاع الأوكرانية اندلع حريق ليلة السبت إلى الأحد في مستودع للمتفجرات بمنطقة فورو نيغا الروسية المتاخمة لأوكرانيا بعد هجوم بمسيرة أوكرانية وأكد الحاكم الإقليم للمنطقة أليكساندر غوسيف على التليجرام أن سقوط حطام المسيرات بفعل تدمير أنظمة الدفاع الجوي للعديد منها تسبب في نشوب حريق بمستودع في منطقة بودغورينسكي في وقت أفدت رويترز نقلا عن مصدر أمني الأحد بأن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع الذخيرة داخل روسيا الليلة الماضية مع احتمال كبير بوقوع انفجارات في مواقع صناعية عسكرية روسية أخرى والآن إلى أخبار الرياضة حيث فاز العداء الجزائري جمال سجاتي الأحد بسباق 800 متر ضمن منافسات تجمع باريس لحساب المرحلة الثامنة للرابطة الماسية لألعاب القوى وحقق سجاتي رقما وطنيا قياسيا جديدا بتوقيت قدره دقيقة واحدة وواحدا وأربعين ثانية وستة وخمسين جزءا من المئة محطما الرقم الجزائري المسجل باسم صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو تفق مخلوفي العام 2016 وهذا بفارق ثانية واحدة وبضعة أجزاء من المئة وتفوق سجاتي في السباق على الكيل إيمانوال وانيوني والفرنسي جابريال تيال مؤكدا جاهزيته البدنية قبل أيام معدودة عن انطلاق الألعاب الأولمبية بباريس يقترب موعد انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس التي ستكون وجهة أزيد من عشرة ألف رياضي متأهل منهم أكثر من ثلاثمائة رياضي عربي يحملون أمال التألق والتتويج بمختلف ألوان الميضاليات بهدف استعادة أمجاد العرب في الحدث الأولمبي تتزين الشوارع وتأخذ واجهة العاصمة الفرنسية باريس ألوان الألعاب مع بداية العد التنازلي الفعلي لانطلاق أكبر حدث رياضي عالمي الأولمبياد تسعة عشر يوما متبقي لتصبح باريس عين العالم لاكتشاف ما ستنظره النسخة الثالثة والثلاثون من الحدث الأولمبي مع ترقب مشاركة قياسية بعشرة ألاف وخمسمائة رياضي مقسمين بالتساوي على الجنسين يمثلون أزيد من مائتي وفد ويتنافسون في ثمانية وأربعين تخصصا رياضيا خلال أسبوعين الوفود العربية المشاركة في موعد باريس تأمل استعادة المجد الأولمبي والعودة بقوة إلى منصات التتويج بمختلف ألوان الميداليات في ظل تشجيل مشاركة كبيرة ترفع الفرص مع حضور أزيد من ثلاثمائة رياضيا عربيا لمصر منها حصة الأسد بأزيد من مائة وخمسين رياضيا في مشاركة قياسية غير مسبوقة بالإضافة إلى الجزائر التي تراهن على ثلة من الرياضيين لإسماع نشيدها بقلب باريس بمشاركة ستة وأربعين رياضيا في خمسة عشر تخصصا بالإضافة إلى تونس التي ستحضر بستة وعشرين رياضيا بأمل استدراك الغياب المؤثر للسباح البطل الحفناوي صاحب ذهبية سباق أربعمائة متر في أولمبياد توكيو بسبب الإصابة بالإضافة إلى أنس جابر في التينيس كما ستكون لقطر فرصة بمشاركة ثمانية أفراد أبرزهم بطل ألعاب القوى العالمي معتزل بورشون زيادة على مشاركة تاريخية للوفد الفلسطيني رغم عدم سلامة الحركة الرياضية من جرائم الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الوفود العربية ستكون أمام فرصة ذهبية من أجل التألق ورفع حصتها من التتويجات في مختلف نسخ الألعاب الأولمبية المستمرة منذ أزيد من مائة وعشرين سنة ختام والنشر شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة